قلنا بالنسبة تصنيف الهرمونات قسم من عدها هرمونات بروتينية اللي تنتج من قبل البنكرياس اللي هو الانسولين والباراثايرو ديجلاند والبتيتاري جلاند باراثايرو ديجلاند هي أربع غدة عبارة يسموها الغدة الجنب الدرقية جنب الدرقية خلنا نعرف الغدة الدرقية الغدة الدرقية طبيعتها هي أمينو أسد دريفتب تعتبر من مشتقات الأحماض الأمينية فتنتج تنتج الثايرو ديجلاند الغدة الدرقية هاي الغدة الدرقية اللي تفرز هرمون الثايروكسين الغدة الدرقية هي عبارة عن شنو تتألف من فصين يقعان إلى جانب القصب الهوائية تربط مع الجزء اللي يربطها تكون الشكل أو حرف أجل هاي الغدة الدرقية الثايرو ديجلاند تفرز هرمون الانسولين الغدة البراثيرو ديقلاند غدة جنب الدرقية هذه تتكون من أربع فصوص أو أربع غدد ملازمة تقع على جانبي الغدة الدرقية هذه مسؤوليتها تحافظ على مستوى الكاليسيوم وتنظم كمية الكاليسيوم والفسفور المطروح بالإدرار هذه بالنسبة للبراثيرو ديقلاند الباتيتا ريقلاند الغدة النخامية هذه الغدة النخامية هي عبارة عن جسيم صغير موجود بقاعد دماء يتكون من ثلاث فصوص أمامي وسط وخلفي الأمامي هو المسؤول هو أهم جزء بيها وهو المسؤول عن عمليات النمو والتكامل البنائي للجسم وهو اللي ينطي الإعاز إلى الغدة الدرقية تفرز هرمون الثيروكسين والغدة الكذرية للأدرينالين والنورأدرينالين وهكذا فهي المسؤولة عن إعطاء الحافز وبالتالي عند إزالة هذه من الحيوانات الغدة النخامية فيتوقف النمو ويتوقف الأعضاء التناسلية وإلى آخرهم فإذن هذه كلش مهمة قلنا هرمون الثيروكسين يفرز من قبل الثيرو ديقلاند هذه الغدة هي عبارة عن شنو تفرز هذا الهرمون اللي هو عبارة عن أمينو أسد دريبتب الثيروكسين الغدة الدرقية شا سوي تأخذ اليود اللاعظوي الموجود بالجسم اليود اللاعظوي الموجود بالجسم وتصنع هرمون الثيروكسين ما أريد أن أخكم بها أدنى نوعا من قصور بالغدة الدرقية يعني كمية تكون قليلة بإفراز الثيروكسين وهذه يسمون القصور الغدة الدرقية وبالتالي هذا يسبب عمل إذا صار بالإنسان أو الطفل أول ما يولد ويصير عند نقص بالغدة الدرقية أو نقص بهرمون الثيروكسين فيصير عند تخلف عقلي وبطء بالنمو وتشوه بالشكل وإلى آخره من هذه الأعراف أما القسم الآخر يكون عنده فرط يسمونه فرط الدرقية يعني زيادة بإفراز هرمون الثيروكسين وهذه كل ما تكون زيادة رح يصير يسموها من النوع السام وبالتالي تكون كبر بحجمها وبالتالي يؤدي إلى لازم عملية جراحية وتنشال هذه الغدة النوع الثالث ستيرويد الهرمونز ستيرويد الهرمونز الهرمونات الاستيرويدية الهرمونات الاستيرويدية هي التي تحتوي على نواة الاستيرويد إذا تذكروها شنون 3 حلقات سداسية ووحدة خماسية هي هذه مركب الاستيرويد فهي عبارة عن هرمونات استيرويدية مثل من include steroid nuclei يعني هي تحتوي على نواة الاستيرويد مثل من مثل يا هرمون adrenal cortical hormones هرمونات القشرة الكذرية يسموها هرمونات adrenal cortical تدرون ادرينالين واضح adrenal cortical hormones هرمونات القشرة الكذرية الهرمونات الاستيرويدية هي هاي الكذر يعني الكذر هي عبارة عن اجسام مسطحة عبارة عن اجسام مسطحة صغيرة مثلثة الشكل وينتقع تقع بالنهاية العلية لكل كلية هاي تتكون من قسمين تتكون من جزء خارجي يدعب القشرة cortical والقسم الاخر اللوب اللوب هذول اثنين هم يفرزون هرمونات واحد يفرزون هرمون الادرينالين والهرمون النور ادرينالين هذا هرمون الادرينالين شي سوي يعمل بحالات الخوف والجوع والقلق يؤدي الى توتر بالاوعية الدموية من تتوتر الاوعية الدموية يؤدي الى ارتفاع بضغط الدم وزيادة نبض القلب ويؤدي الى زيادة السكر بالدم لكن النور ادرينالين ما يأثر على السكر نفس تقريب الاعراض ما يأثر على السكر من سويات خفيفة لكن يأثر على شنو ضغط الدم الشرياني فيفوق تأثير الأدريناليين بارتفاع ضغط الدم هذه بالنسبة لهم إذن بصورة عامة عندي أرجع هنا بالنسبة للهرمونات البروتينية من هي اللي تبرز هاي عندي نوت ملاحظة The function of Bencarius قلنا البنكرياس تفرز هرمون الإنسولين وظيفة البنكرياس تكمن في ما يسمى بلسلة لانقرهانز يسموها لسلة لانقرهانز بجزر لانقرهانز لانقرهانز سامعين بيها الولاء هاي الجزر تحتوي على ثلاث أنواع من الخلايا ألفة بيتا قاما ثلاث أنواع من الخلايا هاي جزر لانقرهانز لها أهمية بإفراز أو تحتوي على جنة ثلاث أنواع من الخلايا ألفة بيتا قاما بيتا سيلز هرمون منه يا نوع من الخلايا خلايا ألفة بالبنكرياس هي اللي تفرز خلايا ألفة بيتا بالبنكرياس هي اللي تفرز ديكريز هاي ما جاي يصير وها الحمارة ديكريز دا شقر فإذن الانسولين يفرز من خلايا بيتا وبالتالي يعمل على خفض السكر بالدم في حين خلايا ألفة بالبنكرياس راح تفرز سيكريتي غلوكاغون غلوكاغون واضحة لكم الغلوكاغون شي سوي انكريز لشقر لغل بعكس يعمل عكس الانسولين فإذن البنكرياس بيها نوعين خلايا بيتا بالبنكرياس تفرز هرمون الانسولين انسولين يمتى ينفرز من يرتفع السكر بالدم فمن ينفرز راح يخفض مستوى ديكريز يخفض مستوى السكر بالدم في حين خلايا الفة بالبنكرياس تعمل عمل معاكس لخلايا بيتا هذي من ينخفض مستوى السكر بالدم يعني بصورة طبيعية شا سوي هاي الخلايا الالفة بنكرياس تفرز هرمون لغلوكاغون موكلايكوجين غلوكاغون هذي ادي الى انكريز الشقر لفل انبل يخفض مستوى لفل طبعا يخفض مستوى السكر بالدم اما قاما فما واضحة شنو وظيفتهم واضحة اذا هاي اهم من الاشياء اللي ناخدها بالهرمون قالوا يعني احنا ست تعليمات الاشياء المفيدة اللي تفيد الطلاب فقط بنسبة 65 الى 70 او 75 بالمية هذا شكرا